ستعرف أن صارت سنة ذي الناس منهج منحرف ولينا كنا معاهم خليناهم والله الناس منهج منحرف دين ده ما نظيف ملخبة وأنا أوريك ملخبة في حيات كثيرة جدا وده عنده علاقة بالعنوان بتاع المنبر ده وصول الدعوة السلفية وكذا أنا ذي الخالفوة الناس ذي الماس سلفيين ما يغشوك شاكيل زي شاكيلنا شاكيل كذي زي شاكيلنا ولك منهج السلف وكذا 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 وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك الشغل مع أسماء وكما قال الشيخ الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد قال الأسماء لا تغير المسميات يعني أسيت لو شلبت خمره وسميته بفسيكولة ما بتغير الحكم الشرع فإذ تتكونوا تقولنا على المنهج القويم منهج الكتاب والسنة بفهم السلف السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإذا مخالف للمنهج ده لا يغني عنك من الله شيئا وده ما بغير في الحقيقة بشيء يعني لا يغير في الحقيقة شيئا ولذلك النازل خالفوا منهج السلف ده فيه المبتدع ده تهجروا ده منهج السلف كانوا بيهجروا مبتدع وكانوا بدوا كلام شديد بل خلي المبتدع الزولة اللي بدون الدليل الحديث كدليل يدوا الحديث ويتلجلج ولا يخالفوا طوالي بيهجروا كما في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف الخذف تجيب الحصحاصة الحصحاصة الواحدة تخذتها بين صابعيك وترمية واحدين تلقاه جنب البحر بعمل الحركة دي ولا في الشارع تلقاه بعمل الحركة دي فرأى عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قريبا له زول قريب يخذف فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها أو إن الخذف قال لا تقتل الصيد ولا تنكأ العدو ولكن تفقأ العين وتكسر السن الحركة دي قال لك لا تقتل الصيد ان ضربت باقه مريب تجرب بتخليك وقال لك شنو لا تنكأ العدو يعني العدو جايك بسيف ولا بدبابا ترمي بأحص حاصة بتعمل لشي فإبقى ما فيها فايدة مرجوة ولكن تفقأ العين بتجد العين وده ضرر وتكسر شنو السن فعاد الرجل فخذف تاني بعد شوية بعد الدول حديث تاني بقى شنو يخذف فقال له عبد الله بن غفل أقول لك نهى رسول الله وتعود لا كلمتك أبدا بهجر الزوت طوال هانددين بل في صيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولده بلال عند ولد اسم بلال غير بلال الصحابي قال لبلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بلال ده عنده غير شديدة وقال بمنع النسوان ما يمشى للمسجد فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ولده بلال لعبد الله بن عمر والله لنمنعهن فقال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعني ما الله ما سيد الله وتقول لنمنعهن لا أكلمتك نعثيمين رحمه الله لما نورد الحديث في شرح رياض الصالحين واصلنا حديث في البخاري قال فما كلمه حتى مات ده ولده قال لي الحديث فما كلمه حتى مات حسن أصلا برعي ذلك خالف حديث واحد أسألكم بالله خالف حديث واحد خالف آية واحد الله قال بالقرآن وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ده قال إِنَّا بَخَطْبٌ فِي الْبِلَادِ نَزِيلُوا قُلْ يَا وَلِيَا اللَّهِ إِسْمَعِيلُ ده مش براك فاية تهجر الزولة مش كفاية تهجر ده غير علم الغيب خالف فيه ده غير مسألة الزرية ده غير الحلف أشياء كثيرة جدا والكرامات الصوفية ده المخالفين فيها ده الشيخنا الأكبر اسمه محمد هاشم الهدية وده زمان جرحه العلماء شيخ مقبل قال الهدية ده بتاع دفتر قال زول بتاع دفتر إن خالفتوا قال بيرفدك طوالي ده نظام قال بيرفدك قال قال إذا اعترض معترض فقال للنساء من المستقيمات لا تذهبنا إلى الجامعات المختلطة المختلطة وتجلسنا مع الشيوعيين بحجة الدعوة منقبة قال ما تبشي شنو تقعد مع الشيوعي وتقعد بحجة الدعوة وشيوعي ذنعنا الراجل ما بيختنع علينا خليه سوسو يختنع عليها بعد قال إذا اعترض معترض قال فإنه يتعامل معه بالدفتر طوالي بيرفده هذي ده وقال وقال فيه أشريط في شريط اسمه أسئلة كندا سمعته باغضاني قال الهدية فيه نزعة صوفية زول ده زاته شنو مش مرات العربية بتجور كذي بيكون فيها مشكلة كذي بتجور كذي ده زاته قال لك مرات شغلته شنو عنده نزعة البلالة بتاعت الديريكسون بتاعته بتمش كذي مرات والله كلامي ده شيله كذي كامل كذي ودي لهون فيه نزعة صوفية طيب كلام شيخ مقبل ده دليلو شنو جابوا الهدية في التلفزيون في برنامج اسمه أسماء في حياتنا مش بتعرفوا البرنامج ده جابوا بتاع الجزل ذاك الجزل يتكلم مع الهدية واتكلموا بعد شوية الهدية قال ليه والله حلف يا الله والله أنا بحب البرعي والبرع ذاته في قصائد وفي قصائد جيدة قال بعد شوية جابوا لك البرعي في الشاشة الكبيرة بتاعتهم دي وجابوا لك الطار تل 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 ووك وعمق قاعد ده رئيس الجماعة دي جماعة بتمش لك الدام والله الذي إله إله غيره عشك أنه الفارق منهج السلف سلف ديل شفت المبتدع ديل بردمون رديم شديد الزول صاحبة المعصية بتلطفوا به مرات ما شفت الرسول عليه الصلاة والسلام رجل جابه يشرب الخمر لما رجأ لما شنو طبقوا في الحد بعد ذاك في الرجل قال لعنوا الله ما أكثر ما يؤتى به النبي قال شنو صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله في النهاية تاب الزول في النهاية رجع عبد الله بن حمار رضي الله عنه في صيح البخاري وبعضهم قال اسمه عبد الله لقبه حمار وصحابه في النهاية الناس دي بيتعاملوا مع صاحب المعصية بفهم معين مرات هجروا إذا دعت المصلحة مرات إذا عاملوا بالتلطف لكن الزول بخالف الدين ما شفتها ويتلولوا وبإسم الدين ويأصل لبردهمهم هاش عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه جاءه رجلان فقالا يا ابن عباس إن أقواما تركناهم يقولون إن الأمر أنف يعني أي شيء بيجي جديد ما في حاجة يسمى قدر زمان أنف يعني بيستأنف هو حاجة يديدة يعني أو شيء يديد أنف فقال أو قد قالوها قال نعم قال لئن رأيت أحدهم لأفقأن عينيه بأصبعي هاتين دي معنا بالداري شنو لأفقأن عينيه بأصبعي شنو هاتين هاتين تجي تأخ تقول لا بحبك عديل وزول بحبها البرعي وحدين بتلوله كمان يقول لك دو ما حبه وفي منهجه يا زول بحبه بحبه قال لك أنا بحبه وقال لك أنا بحبه وحلف لك بأ الله تقول لي في منهجه لو في منهجه كفر ولو في غير منهجه حرام ذاته الشيخ الفوزان سأله في شرح نواقض الإسلام قال له من نواقض الإسلام يعني من النواقض إنك تحب وتوالي أهل الكفر وكذا 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 قالوا لي طيب لأن النواقض ذكر الشيخ محمد المؤلف عشرة في نواقض غيرها من ضمن النواقض إنك تحب وتوالي أهل الكفر قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال له في ناس بحبوا لعبت الكورة ما بحبهم في دين بحبهم عشان لعابين هذون لعاب بحبهم هل ده يكفر قال له ما يكفر لكنه وقع في حرام برضو وقع في شنو في حرام لأن الله حرم عليك تحب حتى في غير الدين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كان يؤدون المودد من درجات المحبة لما ذكر ابن أبي العز الحرفي في شرح العقية الطحاوية ذكر عشر درجات المحبة تعلق والتتيم من ضمن المودد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم شنو مودة ورحمة قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أبوهم أبحب أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات وإلى آخر الآيات الناس الخالفوا ناس يا أخي ذول جابوا أحي اسمه مطر مطر دقائد من قواد هناك يا تلوبيض جابوا في افتتاح مسجد الزول قال قال الصوفية ما برضو في أنصار السنة وأنصار السنة ما برضو في الصوفية والإخوان المسلمون ما برضو قال بالدارج قال الإخوان المسلمين ما برضو في أنصار السنة وأنصار السنة ما برضو في شنو في الإخوان المسلمين حسد ما لخبت يا جماعة الله قال ولا تلبسوا الحق شنو بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعالى مصوبية ذالي أخموا لخبتين هنا ما شفتون عادين كان في زول عنده فرصة اللي يرفع أصبح برضو أنا بشتغل كذب إذا كان في فرصة خليها تقع ده كتاب من كتب الصوفية كتاب من كتب ده اللي تنب ترضى فيه قال مشاكل قال مشاكل بيناتنا بسيطة نقعد في الوطن حلة بسيطة سيذا شغلوا بسيط عليك الله أنا بديك بس ثلاثة مواضع بس من الكتاب تشوف ده بسيط كلها هوس يخنصار سنة ده اللخبتو والله الذي لا إله ما شفت جي مهم الحرم بدل يجيبوا زيارة لينا نحن نأكل الرز مؤدوا للكباشي والله الذي لا إله غيره ما مؤدوا للكباشي هناك يا أخي زاتوا تترقوا بدل ما يباكلون رز رز مردوم أصلا مشاكلنا طويلة جدا الآن ما جاء العيادة عندها أخوي عيانه مشاكل العيادة واحد وراني مقطع فنان أصناه ما بغني فو جاد بيت جاد زي النبلة فو ما سكته قبلته بلد داره نظافة شديد أنت عارف زي شفت بتاعي الحرم ديلك مش بجوا كانشين كذي ما عندهم حد معين نظفوا أي محل بس في السودان دة يشتغل بس كذي شفت الزر بتاع النظافة دا ما توقفوا لما انتمود بس مجموع كله هوق شارب يا جنبة واحدة ما بتكفي كله مجموع كله قال ذراعي من فوق السماوات كلها يد دي من فوق السماوات وزراعه بس الزول ده بطن وجسمه ما جلاسي زراعي من فوق السماوات كلها عليك الله جماعة زول يسمع الكلام ده تاني بيبقى صوفي عليك الله عنده عقل بيبقى صوفي كذا أسمع الكلام ده للنهاية لو جبت أكفر أهل الأرض قل لي زيد لينا كفر بس زيد لينا شوية كفر علي ده بقدر يزيدوا أناسي بس يتأسمعوا للنهاية أسمعوا وما هم قل لك أنتوا بتكفروا هنا لا لم نكفر زول ما كافر من نكفر أعرف الزول كفر نذا زول كافر كافر ده ستة حركات كافر وفر طوال والله الذي لا إلى غير أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي يلا أسمع قال شو قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي عرفتوها يا جماعة حقيتوه مش عرفتوها تب وثاني في بلاوه في الكتاب لما نهاج ده يا أخي تحبوه يزالي لخبت الدين تحبوه تحبوه كيف والله الذي لا إلى غيره كلهم بتاعي اللخبة يا أخي ناس ناس صوفية ده اللي بيعلقوا الناس بالبشر عديل كليل والله الذي لا إلى غيره دي كتب بيعلقوك بالبشر عديل الله سبحانه وتعالى ظنهم فيه سيء الله سبحانه وتعالى الصوفية ظنهم في الله السيء قصة إنه عنده زنوب ويا الله أغفر ليه الغفور دي ما عندهون دي ما عندهون دهرين واسطة بينهن وبين الله يعني كانه يا الله اتبراك ما بتدينه إلا نجيب لك الواسطة دي كانه كذي هو الله قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو قال لك الله شوالها يدي قوية كيف إذا سألك هن لو سألك قالوك يا محمد أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه سألك سألك إت سألك ما قال له كان دارين الإجابة إجوك إت وإت تجيني وإذا سألك عبادي لا تشوف اللطف ذا كيف عبادي دي العبادي أنا ما عباد غيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو إذا جوكت ولا إذا دعان إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تمشي يا اختنادي في الشيو